السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله شباب اليوم رح نشرح كيف تسوي حساب تطبيق درب الخاص ومتو الرياض فلا تنسوا ندعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة شاب جدا بسيطة عشان تحملون التطبيق كل عليكم تسوينا تروحون على متجر جوجل بلاي بعدين تبحثون عن هذا التطبيق اللي هو تطبيق درب رح تحصلون هذه واجهة التطبيق كل عليكم تسوينا تحملونا وتضغطون فتح فبيفتح معاكم التطبيق بهذه الطريقة تروحون على صورة الحساب من هنا بعدين تضغطون على خيار تسجيل الدخول أو التسجيل وهنا تضغطون على خيار مستخدم جديد فتسجلون الاسم الأول واسم العائلة وهنا في هذا الخيار تسجلون رقم الجوال الخاص فيكم بدون الصفر وبعد كذا هنا تسجلون اسم مستخدم وهنا تسجلون بريد الكتروني وتعيدون تسجيل بريد الكتروني مرة ثانية هنا وهنا تحددون الجنس بهذه الطريقة وبعد كذا هنا تسجلون تاريخ الميلاد الخاص فيكم تضغطون على هذه الأيقونة فعشان تغيرون السنة تروحون على السنة من هنا تختارون سنة الميلاد وبعدين من هنا تختارون الشهر بهذه الطريقة وهنا تختارون أيوم وبعد كده تضغطون حسنا بعدين هنا راح يطلب منكم تسجلون كلمة المرور كلمة المرور للشباب لازم تكون عبارة عن حروف معرقام وحرف خاص مثل الهاشتاغ وهنا تعيدون كلمة المرور مرة ثانية وتضغطون أوافق على الشروط بهذه الطريقة وتضغطون إنشاء حساب بعدما تسجلون حسابي شواب تسجلون هنا اسم المستخدم وكلمة المرور وبعدين تضغطون تسجيل الدخول فكذا شواب بكل سهولة سواء حساب الآن تقدرون تشوفون معلومات حسابكم من هنا تضغطون على صورة حسابكم راح يبين عندكم هذه واجهة التطبيق تقدرون تضغطون إدارة حسابي راح يبين معاكم جميع معلومات حسابكم فهذه كانت طريقة بكل اختصار لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم على خير مع السلامة